الفحوصات ما قبل الزواج هو خط الدفاع الأول لتأمين الأسرة والحفاظ على صحة واستقرار الأسرة المصرية عشان كده خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن أهمية هذه الفحوصات لراغيب الزواج من الدكتور إبراهيم أزياد أستاذ الجراحة بطب أسوان اللي منورنا في الستوديو صباح الخير عليك يا دكتور صباح الخير يا فن يا أهلا بحضر أعلم بيك يا فن إيه نوعية هذه الفحوصات؟ خليل الكلمة الأول على الحاجة مهمة جدا هي الوعي والثقافة والحقيقة أن دي حاجة إحنا بنفتقدها لأن فيه فرق كبير جدا من التعليم والثقافة مش عارف ليه الناس خافت قوي لما سمعت أن فيه تحليل وفيه فحوصات بتتعمل قبل الزواج معا أن دي حاجة مهمة جدا يعني في دول أخرى عندهم ثقافة الكشف الدوري حتى مش قبل الزواج بس يعني أنه هو بيعمل كشف دوري ومنراسة الكشف الدوري ما بتعملش لحد جاي تعبان وبشتكي الكشف الدوري بتعمل للناس العاديين خالص اللي بيروح شغله وبتحرك وبيجي لأن مش كل الأمراض بتدي عراض بادري ومش كل الأمراض بتبقى باينة وليها عراض واضحة عشان كده إحنا أنا كمان عشان شغلي في السرطان أنا جراحة سرطان فالسرطان عندنا بيديناش أعراض اللي في مراحل متأخرة خالص عشان كده إحنا دايماً بنعتمد في العلاج اللي بيدي تأثير كويس فيه على حاجة اسمها الكشف المبكر نخرج من الموضوع ده ونرجع على موضوع الزواج وإن فيه حاجات مهمة جداً جداً لازم نبقى عارفينها إن دي رحلة طويلة مش هيتأثر بها الزوج والزوجة بس هيتأثر بها الأجيال القادمة وده مهم جداً لإن إحنا لو حابين إن مصر يبقى فيه أجيال قوية والأجيال اللي جاية النشاء بطريقة صحية كويسة لازم كمان نبتدي من أول الوالد والوالد ده مش معناه أن أنا بقول إن هم ما يتجوزوش وهنمنعهم من الزواج وكانت لا لكن فيه حاجات نقدر نعدلها ونصلحها ونتجنب حدوث المشاكل يعني أنا هضرب مثل صغير لو فيه فرق واختلاف فيه نوع فصيلة الدم بين الزوج والزوجة ممكن الطفل يتأثر به وعليه نبقى عارفين كويس قوي فصيلة الدم بتاع الزوج وعارفين فصيلة الدم لا يعني ما ليش يا دكتور يعني إيه يعني لو حد فصيلة الدم وإي بلاس إي مينس طب خليلاً بس نخرج برا الأسامي عشان ما نضخبطش للجماهير لكن لو الزوج والزوجة عندهم فصيل دم مختلفة وطبعاً الطفل بيأخذ جزء من الوالد وجزء من الوالد بيطلع بفصيلة دم يا مقربة ليهم يا مختلف عنه اللي بيحصل أحياناً فيه حاجة اسمها عامل رايسس اللي هو السالب والموجب لو ده ما طلعش متوافق كويس ممكن الإبن يتأثر لأنه هو موجود في الرحم عند والدته وفيه نوع من أنواع اختلاط الدم بين دم الطفل ودم الوالد الحقيقة أن أول طفل ما بتأثرش لكن تاني طفل بتأثر وعليه فإحنا محتاجين بندي حقنا للأم علشان نتفادى حدوث المشكلة في نوع من أنواع سيولة الدم اللي ممكن تحصل وتأثر على البيبي وممكن يحصل منه مشاكل كبيرة جداً كمان زواج الأقارب زواج الأقارب لازم ناخد بالنا منه كويس قوي أنا مش بقولني منعه لكن نبقى عارفين كويس قوي أنه ممكن بيبقى فيه أمراض جينية موجودة مرتبطة بالجين بتظهر في الأقارب كتير ليه لأن هم جايين من تسلسل جيني متقارب من بعض وقريب من بعض فإحنا عندنا جينات ما جينات متنحية وجينات سائدة فالجينات المتنحية دي بتباني في زواج الأقارب كويس جداً الأمراض زي أمراض الضغط والسكر دي برضو ممكن نكتشفها عن طريق تحليل اللي تتعامل قبل الزواج ودي قبل للعلاج بدل ما نستنى وتتفاقى بالمشكلة ويحصل منها مشاكل كتير طيب عايزة أعرف هل التحليل دي بتقتصر فقط على تحليل الدم ولا بيبقى فيه تحليل تانية معظمها مش بس تحليل فيه حاجة اسمها الكشف يعني كشف على ضغط الدم وعلى النبض وعلى القلب دي كلها فحوصات إكلينيكية بتتعامل متخصص في الأمراض البطنية هو اللي بيكشف عليها تحليل الدم مهمة جدا لأن تحليل الدم دي زي ما قلت حقا كده ممكن تكشف لنا حاجات موجودة وإحنا فيه فيه غفل عنها ومش قادرين نتوقع إنها حصلت ومنتظرين للأسف إن فيه أعراض تحصل فإحنا مفهول الكلام دا نعرفه قبل الأعراض ما تحصل يعني مش هيكون فيه أي موانع عشان بس الناس تكون فهبا هيكون فيه أي موانع مثلا لو حد الناس تخوفها من الفحوصات والتحليل دي إنه يحصل أي حاجة فيقولوا لأ مش هين فهيتجوز 98% من المشاكل تقدر تصلحها ده مهم أولا و2% قابلة للعلاج يعني أنا يعني تقريبا إن فيش حاجة هتمنع قبل الجواز لكن لازم بقعارفين إيه اللي ممكن يحصل ربنا سبحانه وتعالى لدينا العلم اللي نقدر بيه نتوقع القادم شكله إيه طبعا علم كله عند ربنا سبحانه وتعالى لكن ما قتينا من من العلم اللي موجود نقدر نتوقع ونتجنبه وده مطلوب مننا مطلوب مننا إن إحنا نبني أجيال قادمة قوية تقدر تبني البلد وتستمر فيه يعني في الحقيقة في بعض الأمراض كده أنا بشوف إنه لو هي بتنتقل للأطفال ويعني والأم والأب ما خدوش حذرهم لأنه هما زي ما حضرتك قلت الأمراض اللي ينفع نصلح فيها وما عملوش الخطوات دي أنا بشوف إنه من الظلم إن تنقلوها لأولادكم من غير ما تحاولوا حتى إنه تساعدوا في إنه ما يحصل لهمش أو ما ينتقلهمش الأمراض دي إيه أكتر الأمراض الورصية اللي ممكن تتنقل للأولاد حديثي الولادة من الأم والأب طيب هو فيه مشاكل لازم نتكلم فيها وهي اللي أنت كنت تكلم عن الوقت الخوف من الكشف الدولي أو الكشف اللي هو قبل الزواج دي أهم حاجة ده أنا شايف إنه ده أهم عامل وأنا بس إشان إنتوا الاتنين ببصولي أنا كنت بخصر قبل الفاصل تفضل يا دكتور ده أنا شايف إنه ده مهم جداً وأنا بأتكلم على إنه على فكرة الثقافة والوعي مختلفين عن التعليم يعني التعليم حاجة والثقافة والوعي حاجة تانية خالص يعني أنا بقابل ناس كتير ليست على درجة عالية من التعليم ولكن مثقفين جداً والعكس الحقيقة ممكن أقابل ناس بعهم درجات علمية عالية ولكن الثقافة والوعي بتاعهم على درجة قليلة جداً مصر محتاجة جداً فعلاً إنه إحنا نبني الوعي والثقافة لأن ده يعني أنا عايز أروحك إنه عامل مهم جداً 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 في الحماية والمنع والوقاية والحفاظ على تبني القرارات السليمة يعني إنه إحنا ناخذ القرار السليم ده مهم جداً عشان كده إحنا لو قدرنا نصلح الوعي والثقافة ده هنقدر في الفترة اللي جاية الناس تبقى متقبلة القرارات تبقى فاهمها عشان كده إحنا محتاجين ده باستمرار يكون جزء من تربية الطفل وتربية الكبار والصغار إن إحنا نقدر نرفع من الثقافة بتاعتهم والوعي بتاعهم والغرض من ده كله هو الحفاظ على الأجيال القادمة الحفاظ على النشق الولاد الصغيري اللي إحنا بنطلعهم مستعب الولد مستعب البلد بكل تأكيد يعني الفكرة مشان هنخفظ عليهم كمان صحياً فقط وجسدياً فقط لا نفسياً كمان ما هو برضو لازم يكون فيه من ضمن التحليل يا دكتور ومن ضمن الفحوصات بشكل عامل اللي بتتم توافق النفسي طبعاً توافق النفسي وحاجة مهمة جداً بقى اللي منون عليها الكمنيكيشن سكيلز أو المهارات التواصل ودي مهمة جداً جداً لأن دي واحدة من أكبر مشاكل أسباب الانفصال في مصر إيه هي الاختبارات الجينية وأهميتها إيه؟ احنا خلييني كامعاً الاختبارات الجينية يعني صعب إنها هتتعامل بطريقة كبيرة لأن الحاجات دي مكلفة خالص والنتاج بتاعتها غير مرئية على الوقت القريب والبعيد لكن احنا بنعملها خاصة لما يبقى فيه تاريخ بردي يعني لو لقينا أن فيه تاريخ بردي موجود لازم ندور عليها يعني احنا نعرفين يعني إيه؟ الطفل المنغول أو المنغولي هو دي مشكلة كبيرة جداً ده واحدة من أمراض الجينيات الوراثية الموجودة اللي احنا ممكن ندور عليها وده فيه طريقة لو دكاترة بيبقوا عارفينها بأن هم الأول بيسألوا على التاريخ المرضي وموجود في العيلة ولا أقارب ولا لأ سن الزوجة عند الأول ولادة والكلام ده كل ما بيتأخر سن الولادة كل ما بانسبة المشكلة دي ممكن تحصل وده الحقيقة واحدة من الحاجات اللي احنا ممكن نمنعها ولا تفداها لأن ده مرض للأسف الشديد ألاجه بيبقى صعب جداً الحقيقة طيب هل هزي الاختبارات بتتعامل قبل الجواز مباشرةً؟ ولا احنا ممكن مثلاً نحط قاعدة كده إنه الشباب والبنات أول ما بيتخرجوا مثلاً من الكلية هو يعني في سن مقبلين على الزواج قدامهم مثلاً أربع خمس سنيني على الزواج فيبتدوا يعملوا هزي الاختبارات عشان لو فيه حاجة نلحقها من بدري ما نستناش قبل الجواز على طول نرجع تاني اللي أنا قلته في الأول هي ثقافة الكشف الدولي وإن ما فيش حد بيستنى اللي يعيه يعني أنا بتكلم على الوعي والثقافة في الدول اللي هي قدر تسبقنا في كده إن احنا مش موضوع بقى إن أنا استنى لما يجل تجوز فيه حاجة اسمها كشف دولي وإزي ما قلت كده إن الكشف الدولي ده ما بتعملش لحد جاي شتيكي أو جاي عيان لا الكشف الدولي ده بتعمل لكل الأصحاء عشان كده فيه قبل دخول الجامعة فيه كشف المفهول يتعمل وبنتطمن عليه على الطلبة قبل دخول العمل بيتعمل فيها كشف دولي والمفهول نتطمن عليه ودي كلها توقيتات بتبقى فترة ما قبل الزواج لكن العظيم في الموضوع برضو عشان الناس تتطمن أكتر إنه مفيش حاجة هتمنع الزواج مفيش أي لا 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 الموضوع وما فيه إن فيه تخوف عند الناس وزي ما حضرتك ذكرت كده من إن إحنا نروح نعمل تحاليل أو نجري شوية فحوصات واختبارات ولا أنتم شايفة هتتجوزوا بعض هي المشكلة كلها إن إحنا ليه خايفين إن إحنا نشوف فيه إيه طب هو لو فيه حاجة للأسف موجودة بيبقى مواجهتها أحسن من إن إحنا نتجه لها بس الأسف زي ما نرجع تاني للثقافة والوعدة إن أقار نخلي الصندوق مقفول عشان ملف موجود له فيه وزي ما حضرتك ذكرت دلوقتي إن إحنا حتى لا قدر الله أنت قلت طبعا بنسبة 98% الناس بيبقى أمور بسيطة جدا وبتعالج الـ 2% حتى للمتبقيين قابلة هي كمان للإصلاح وحتى هنفترض جدلا إنه ما حصلش وما فيش توافق فده حفاظا على سلامتكو أنتو الاثنين وحفاظا على سلامة الأجيال اللي جاي كمان كنت يمكن بكلم مع حد قبل كده وبنتناقش في الموضوع ده والناس عادة لا أليه ومش عارفة إيه بنتكلم في كده فبقولوهم يا جماعة إحنا ببقينا نشوف مؤخرا كتير قوي على الفيسبوك مثلا يا جماعة تبرعوا بحق ناب 40 مليون بسبب الطفلة عندها دمور عضلي ده من الأمثلة الكثير اللي يمكن أنا مش بكلم بس على اللقطة دي بالذات بالتحديد لكن في بعض الأمثلة الكثير من الأمراض اللي يمكن بيتعرض لها الأطفال في سن صغير جدا ممكن نتجنبها لو قمنا بالتحاليل دي مش عيب إنه إحنا نبقى مش عارفين حاجة ونتعلمها وزي حضرتك قلت الوعي الثقافي مهم جدا وده دور الإعلام إنه إحنا نرفع الوعي بمشاكل يمكن ممكن سهل نتجنبها يعني توفق طبعا ده زي ما يعني الخلاصة في الموضوع كلها إنه ما فيش حاجة نخاف إنه إحنا نواجهها المواجهة عادة بتبقى هي أقصر الطرق وأسهلها في الوصول للنتائج أفضل لإنه إحنا لو تجهنا المشاكل الموجودة المشاكل هتكبر طبعا على ذكر المور العضلات هل ليه علاقة بالموضوع؟ ده جزء من المشاكل الجينية للأسف الشديد لكن هو منعها من الحاجات الصعبة جدا وعلاجها برضو للأسف من الأمور الصعبة جدا في الإعلام مكلف جدا مكلف ونتائجه مش عالية هي دي القصة يعني ياريت مكلف ونتائجه كويسة لا مكلف ونتائجه مش عالية بيوقف تظاهر الحالة فقط التاريخ المرضي بتاع المرض ده صعب والعلاج بتاعه حتى بالتكلفة العالية الموجودة ديت ما بيجيبش نتائج عالية لكن خلينا نقول إن الطب بكل سنة فيه جديد وكل سنة فيه تطور كل ساعة كمان وفيه تطور بكل تأكيد طبعا إجراء تحليل إجراء فحوصات إجراء اختبارات على أنواع أدوية معينة كانت بتعالج أمراض معينة فاكتشفوا إن هي بالصدفة إنها بتعالج حاجة مع إجراء بعض التعديلات عليها فإحنا كل فترة فعلا بيكون في جديد فنعمل أنت شفت الكورونا حصل فيها إيه؟ الفاكسين طلع في شهور يعني في فترة صغيرة صغيرة جدا يعني صحيح على كل حال إحنا بنشكر حضرتك الدكتور إبراهيم زيات أستاذ الجراحة بتبقى صوان شكراً لك لما وجودك معنا